خليني أخدكم عن خبر الحقيقة إنساني جداً وخبر بيؤكد على قد إيه كده أنت ورق دولة ورق بلد يعني ساعات الأسرة يبقى عندها مشكلة كبيرة وما تبقاش موجودة في مصر ويبقى مشكلة ما حدش يقدر يحلها قريب صديق لا عايز دولة تقف جمه ده اللي حصل تماماً مع ياسين ياسين طفل مصري يبلغ من العمر عشر سنوات انتقل مع والدي إلى السعودية حيث كان يعمل الوالد والأسرة واكتشفوا مرضه حصل على العلاج وفقاً للتأمين الطبي الخاص بوالده لكن طبعاً بعد مرور شهر بدأ يتدهور حالته بسرعة جداً وهو مريض لسرطان الدم امتد السرطان وانتشر بشكل وفي الوقت نفسه انتهت ميزانية التأمين الطبي لوالده أسرة ياسين كانت وقتها قدمت استغاثة لوزارة الهجرة وعلى الفور تحركت الوزارة وهنا ده اللي بقوله لحضراتكم انه انت تبقى حاسس انه لا انا عندي بلد في ظهري انا مواطن مشتغل في بلد اخرى بلد عربي وعندي بلدي عندي دولتي اللي هي ممكن هي اللي هتحس بي هي اللي هتتحملني هي اللي هتوقف جنبي تواصلت الحياة الاسرة مع وزارة الهجرة وتم التواصل ايضا مع وزارتي الصحة والطيران وتم نقل ياسين الى مصر بطائرة خاصة مع توفير علاجه بالكامل على نفقة الدولة خلينا كده نروح في هذه المدخلة نطمئن على ياسين ونكون كمان جنب والدته ويعني نطمن عليها ونتطمن عليهم ونشوف ايه اخبار ياسين دكتورة ايات خليفة مساء الخير طمئنين على ياسين يا رب لك الحمد هو مواشي يعني فالنزل محضرتك وانحنا ورنا دولة ودولتنا وانحوية جدان يعني استجلس للستغيسة ويهم يابونا احيح هي يعني انحنا دولتنا اخر دولة في العالم طبعا بالنسبة لأي حاج ببرا مبترب في الوقات اي حاج لما بيحصل له اي حاج خلاص اكل بس هذا انه هو يتطر لا انا هستغيس بدولتي من ساعة موضوع ياسين حصل جد كذا استغيسة بعدين ان فعلا الناس تطمنت ان البلد واقفة معنا كلميني دكتورة ايات كلميني انت يعني فكرتي على الفور انه الحل ان انا استغيث بالدولة بتاعتي يعني وقدمتي الاستغيسة دي اول ما تم يعني يعني الاستماع والتلبية والاحساس بكم يعني كلميني اللحظة دي كانت عاملة جديد وانا حصل بذلك يعني انا تليم مرن وانا بقيت المستشفى معي ياسين بقول قاله انا قال انت تطيرها النبيلة ووزير تلك وطمنا على ياسين وعايدين ايه وموقفر له ايه وإيه وانا مثلا ما سدقتش اللحظة ما سدقتش يعني كان خد وقت ايه بعد الاستغيسة يعني خلال يومين يعني ما كملناش اصم يومين يعني يعني يوم ومساعدين مثلا الوزيرة على طول كلمتني وخليتها تواصلت مع الفرية تطبيقنا ايه وعلى طول وجهزونا ان اتلاقي تطبيق بعد ما الوزيرة كلمتنا على طول انا فهمت انه حصل كمان تواصل مع وزارة الصحة عشان تعرف حالة ياسين بالزبط ايه مع المكان مستشفى اللي كنتم موجودين فيها في السعودية مع المستشفى اللي احنا كنا فيها تواصلت وزارة الصحة وعركم انه علشان عنده صلوصا الدم الالحادي وانا اثر على هذا العصبي حال فتأخرت هناك نتيجة الظروف اللي حضرت بيها وانا اصلا علاج الهتمام وكما ما كانش متوحر هناك فوفرونا هنا وزارة الصحة مشكولين مع هذي الاورام وتم نقل ياسين كمان في وزارة الطيران كمان يعني تم نقل ياسين على طوم بطائرة خاصة يعني طرحة كلهم كانوا منظومة متكملة فهلا يعني الحمد دا ربك الحمد تحت رعاية الرئيس احنا عندنا طاولة قوية وفي طهرنا يعني الواحد ما يقلبش بره بعد ما كنا بنقول لا طبعا اكيد لا لاحظت انت دلوقتي موجودة مع ياسين في المستشفى موجودة في بلدك موجودة وسط أهلك وناسك وياسين ابن مصر موجود بيتعالج حالة ياسين يربنا سألكم الدعاء علشان حالة ياسين صعبة يعني كل دا كدران دكتور عماد من الشرية الاصطال نفس الأورام هناك الحالة صعبة جايقا لهم صعبة فبدا عايزة كلية ياسين يا رب ربنا يكلل كل الهود اللي حصلتنا عايزين يا رب الشفاء أكيد أكيد إحنا يعني نتمنى الشفاء لياسين وإحنا مطمئنين عليكم وجودكم كده وسط أهلكم وناسكم ووسط دولتكم اللي هي عملت كل دا علشان مواطن مصري طفلي صغير يعني وموجود في مكان بعيد وهو دا الإحساس يعني هو دا الكرم شوفوا إحنا في البداية كنا منتكلم عن حياة كريمة جوة محافظاتنا فكمان يعني الكرم المصري إنك دايما تحس إنك يعني شايل اسم مصري كده مش بس شايله في الباسبور شايله في قلبك وشايله في عقلك فبالتالي لما بيحصل حاجة لك أو أسرتك بتحس على طول إنه في دولة موجودة معك بي